يمارس هذا الطالب بالصف الأول الثانوي لعبة إلكترونية تحض على العنف فأراد محاكاتها على الطبيعة وتزامنا مع عيد ميلاده قام بقتل مدرسته طعنا بالسكين بمنزلها بالمنتزه بالإسكندرية وذلك أثناء تلقيه الدرس الخصوصي لديها وفرها ربا لكن قطاع الأمن العام وتنصيقا مع أمن الإسكندرية نجح في ضبطه وتهيب وزارة الداخلية بأولياء الأمور ضرورة متابعة أبنائهم حال استخدامهم شبكة المعلومات الدولية حرصا عليهم مما تحتويه من ألعاب تحض على الإرهاب والعنف